موسيقى أستاذ براء ممكن تعرفنا بحضرتك من ناحية الإسلام بداية حياتك العلمية والمهنية كابتن براء صافي عمره 26 سنة بدأت دراسة الرياضة بالجامعة الأردنية هاي كلية طبعنا هاي الملاعب ترى عرانة فيها كنت من المتفوقين مثلت الأردن بال2012 على أكاديميت سبيار بالدوحة كان ضمن تفوق علمي خروجنا لأكاديميت سبيار بعد هيك رجعت كنت متفوقين أخذت دورات كنت ما أكن أو أهدى إلا وانا أخذ دورات والحمد لله كنت أحصل في أغلب الدورات هاي الامتياز والكفاءة المطلوبة سواء بالناحية العلمية والعملية من 2013 مدرب بفيتنس فيرس فيتنس فيرس انترنشونال كلاب معروف على مستوى العالم أنا مدرب شخصي بيرسونال ترينر في هذا النادي إلى الآن مستمر معهم في 2014 كنت خبير للاقة بدنية في برنامج نبض الطب الموسم الثاني موجود على اليوتيوب حاليا كان يبث على تلفاز آخر جميل جميل سيد براء سيد براء ممكن تعرفنا أكثر بالأكاديمية الكندية لكرة القدم شو خدماتها ومييزاتها نعم الأكاديمية الكندية افتتحناها من فترة قصيرة بـ 15-7-2016 الأكاديمية كان هدفها هي سقل وتنمية مواهب الكرة القدم بشتى مجالاتها للأطفال وبمحاولة زرع هذه المهارات وجيل بعد جيل حتى نرتقي بالكرة الأردنية على مستوى عالي بشكل عام نقدم خدمات كثيرة طبعا إحنا الأكاديمية زي ما أنت شايف موجود مدربين مؤهلين آسيويين كل فيها موجود محا مدربين آسيويين المدرب طبعا هو آسيوي بضافة إلى أنه مخلص بكالوريس أو ماجستير رياضة هاي شروط الالتحاق لأي مدرب الأكاديمية حتى يكون ملم علميا بأسديب التدريب للأطفال والناشئين نقدم طبعا رحلات ترفيهية كل نهاية شهر نقدم رحلة ترفيهية ناخدهم على مدينة الألعاب بداية الشهر الأول أخذناهم على غالكسي بار كل طفل لعب تسع ألعاب واستمتع بنهاية الشهر الثاني أخذناهم على مباراة كندا وفنزويل لمباراة كأس العالم حتى يشوفوا تحت سنة 17 سنة للسيدات حتى يشوفوا للأطفال والناشئين كيف تحدث مجرات المباراة ويصير عندهم طموح مستقبلي يرتقوا بالكرة ويرتقوا بأنفسهم حتى يوصلوا للعالمية إن شاء الله جميل جميل سهل البراء سهل البراء نعرف كل إنسان له نظر مستقبلي وطموح مستقبلي شو طموح مستقبلي للأكاديمية الكندية لكرة القدم طموح المستقبلي للأكاديمية هي إنشاء مؤسسة خاصة للأكاديمية بشتى المرافق كاملة من ملاعب من مبنى الغرف الغيار لشرح التمارين لللاعبين تأمين مواصلات خاصة للأكاديمية فقط حابة تكون إسم الأكاديمية المستوى الأول على المملكة وعلى مستوى الوطن العربي هذا طموحي وإن شاء الله كل طموحي إن كل شخص يسعاله يحبي للتخصص إن شاء الله راح أوصل له وحدي وحدي طبعاً بتمنى طبعاً خلال فترة قصيرة أنا إن شاء الله متفق مع أكثر من الممول للعملية هاي الممولين راح أكونوا خارجيين حتى أنا أكون الشريك الأردني الموجود هنا وأتطور مع هاي الفئات وحتى أخفض نسب الاشتراكات في هاي الأكاديمية على الجميع حتى الجميع يلتحق ضمن طبعاً أسس وبرامج الالتحاق بعد الخضوع للاختبارات المطلوبة لكل اللعب إن شاء الله كوتش براء متطور الأمام إلى الأمام كوتش براء شو تعني لك منظومة الأمن والأمان إحنا شايفين أردن حديقة داخل حريقة طبعاً الحمد لله أول شيء يعني إحنا ببلد كله أمن وكله استقرار والأمان موجود الطفل بيقدر يطلع بالليل ما بتأثر المجريات اللي بتحدث حولنا بالبلاد العربية كلها مؤسفة للغاية لكن إحنا نمد الله بقيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكوم الرشيدي أيضاً في إنها ترتقي بهذا البلد ضمن كل هاي الاختبارات اللي منواجهها ضمن كل هاي الاختبارات اللي منواجهها فإحنا يعني الحمد لله بنعم وفضل لازم نحمد الله فإحنا موجودين في هيك بلاد وفي هيك استقرار وفي هيك عمان نحمد الله عز وجل على هذه النعمة كوتش براء شو أكثر مشاكل والتحديات والمواقات اللي بتواجهكوا بأكاديمية الكندية لكرة القدم يعني المشاكل اللي بتواجهنا في الأكاديمية مش بشكل عام بالأكاديمية بشكل عام بالرياضة كمان إنه للأسف وجود أكاديميات كثيرة دخلت على الخط لا ترتقي للمستوى المطلوب الكادر التدريبي الخاص فيها الأكاديميات كادر تدريبي غير مؤهل هذا رح يعيق طبعاً تقدم الكرة الأردنية فلذلك أنا وجهت رسالة للاتحاد الأردني ولأصدقاء بالاتحاد من مدير التخطيط والتطوير بكرة القدمة أستاذ زياد عكوبة رسالة مهمة إنه عليهم مراقبة هاي الأكاديميات ووضع تعليمات وقوانين صارمة بحق كل من يتعدى على التخصص لأنه دول نعتبرهم دخلاء على الرياضة حتى لأنه هذا الطفل لازم يكون فيه أسس للتدريب أسس بالحوار مع هذا الطفل أسس بتوصيل المعلومة بطريقة صح من خلال ألعاب صغيرة الطفل طبعاً بتعلم من التطبيق وليس من التلقين معاملته كأبناك أو كأخاك الصغير بدك تتصور أنه أنت هذا الطفل كيف أنت ما وصلت لأشياء عالمي كيف ممكن يتوصل هذا الطفل لأشياء عالمي فبتمنى أنه يكون فيه قوانين صارمة باتجاه كل الدخلاء على هذا التخصص أنا أضم صوتي لصوتك كوتش البراء كوتش البراء شو أحب توجه رسالة لسادة المشاهدين عبر كاميراة قناة جوسات لإنصحهم الأكاديمية الكندية لكرة القدم طبعاً يعني بنصح كل الأهالي اللي بيتمنوا يعني يكونوا أولادهم يحققوا إشي في المستقبل الالتحاق بالأكاديمية يشوفوا ميزات الأكاديمية يجوا يجربوا هاي الأكاديمية ما رح حدا يندم طبعاً والطفل ما رح يندم الميزات المنقدمها كثيرة من ملابس رياضية من رحلات ترفيهية من إسباحة من ألعاب تلموتش من نقدم لهم من تأمين للمواصلات من مدربين الموهلين زي ما ذكرنا آسيوياً كل هاي يعني نتوجه لهم من عبر قناة جوسات القناة يعني نتشكرها ألف شكر لاهتمامها ضمن هذا البرنامج برنامج كفاءات بالكفاءات الأردنية الموجودة صحبة التخصص والرؤية المستقبلية فأتمنى من الكل يجي شارك يتابعنا على صفحةنا على الفيسبوك كنادياً فطول أكاديمي ويشوف شو ما نقدم لهم ويحاولوا يجربوا وإحنا ما رح نقصر مع الجميع إن شاء الله ورح يكون في مستقبل لكل طفل إن شاء الله بالكرة الأردنية إن شاء الله إن شاء الله وإحنا من منبر قناة جوسات من ابن بنالك وتقدم إلى الأمام كابتن البراء كابتن البراء ممكن أعرف السادة المشاهدين بنهاية حلقتنا لهذا اليوم بموقع الأكاديمية الكندية للكرة القدم وأرقام التواصل نعم موقع الأكاديمية الكندية متنقل إحنا بالفترة الصفية بكون في ملاعب كولية التربية الرياضية المدينة الرياضية هاي الملاعب تم افتتاحها جديد لتابع للاتحاد الأردن للكرة القدم والجهة مختصة أيضا بداية شهر 11 رح نتحول إلى صلاة داخلية لمدارس إكسفورد صلاة الداخلية مدارس إكسفورد خوفا على سلامة الأطفال واللاعبين من الأحوال الجوية حفاظا على إعطاء التمرين بصورة جميلة وبصورة من حيث توصيل المعلومات والمهارات لللاعبين يعني فقط الأماكن هاي هي الموجودة حاليا إن شاء الله نحن نظرتنا المستقبلية يكون لنا مكان مختص للأكاديمية الكندية أرقام التواصل هي رقمي أنا الشخصي موجود على الصفحة 07874 72580 أيضا فيه رقم الرقم الزين 079 7494884 باتمنى من الجميع يتواصل على هاي الأرقام ويتواصل على صفحتنا على الفيسبوك ويتواصل على ماكن تدريب تعيتنا ويسأل ما بتوه الاندلال سهل وبسيط إن شاء الله إن شاء الله الكابتن براء كابتن براء في نهاية حلقتي لهذا اليوم نود أن أشكرك على استقبالنا الجميل وأدعمك لبرنامج كفاءات أردنية وأرجع أن تسمع لك كاملة قناة جوسات بتتجول داخل ملاعب أهلا وسهلا فيكو كقناة جوسات ومشكورين كل الشكر بوجه لكو طبعا دائما كل الدعم وبتمنى لكو طبعا النجاح ضمن هذا البرنامج وبرامج أخرى لأنه فعلا أي قناة تلفزيونية تهتم بالكفاءات في الأردن فهي قناة فخر واعتزاز لكل الأردنيين أيضا هي من خلال هذه القناة تبين للعالم والأردنيين بشكل عام تبين الكفاءات الموجودة ضمن جميع التخصصات وشتى المجالات مشكوري 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 لك كبتن براء أما عزائي المشاهدين تنتهي لحلقتنا لهذا اليوم ودمتم بأمان الله من جنوبك من شمالك يا وطن شامرجالك مزروع فينا العزيم وغيرتنا هي راسبال من جنوبك من شمالك يا وطن شامرجال مزروع فينا العزيم وغيرتنا هي راسبال من جنوبك من شمالك يا وطن شامرجالك مزروع فينا العزيم وغيرتنا هي راسبالك من جنوبك من شمالك يا وطن شامرجالك مزروع فينا العزيم وغيرتنا هي راسبالك من جنوبك من شمالك يا وطن شامرجالك مزروع فينا العزيم هردني هردني قلوبك من شامرجالك قبل أبوحسين وبدعت وبدعت وياها النشام مزروع فينا عزيم وبدعت وبدعت وياها النشام حط بالك مين اقبالك مثلك مثل و بشت حالك لا تقول لي تكتيكو خبرة خلي حب الوطن غبرة لا تقول لي تكتيكو خبرة خلي حب الوطن حط بالك مين اقبالك مثلك مثل و بشت حالك لا تقول لي تكتيكو خبرة خلي حب الوطن غبرة لا تقول لي تكتيكو خبرة خلي حب الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة